بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشباب المرسلين وتحت إشراف السيد المفتش الشاير محمد ومن إعداد المستعد أمين الله عبدالإله نحن اليوم بصدد تقديم درس خاص بإقسام السنة الرابعة متوسط والذي هو التكبير والتصغير حوصلة على التكبير والتصغير لتكبير مجسم يكفي ضرب أبعاده في عدد ك حيث كأكبر من الواحد ولتصغير مجسم يكفي ضرب أبعاده في عدد ك حيث كمحصور بين الصفر والواحد مثال لتكبير المكعب الذي طور حرفه واحد سنتيمتر كما هو موضح في الشكل المقابل بأربعة مرات يجب أن نضرب أحرفه في العدد أربعة أي كا يساوي أربعة فسنتحصل على المكعب المكبه والتصغير والتصغير المكعب الذي يطور حرفه أربعة سنتيمتر بمرتين هو ضرب أحرفه في واحد على اثنان أي كا يساوي واحد على اثنان يعني إذا أردنا التكبير مجسم نقوم بضربه في كا الذي هو عدد مرات تكبير وإذا أردنا تصغير مجسم نقوم بالقسمة للتكبير والتصغير خواص من أهمها التكبير والتصغير لا يغيران طبيعة المجسمات يعني إذا كبرنا أو صغرنا مثلا هارم فسنتحصل على هارم لا يتغير شكل هذا المجسم التكبير والتصغير لا يغيران أقياس زوائر يعني أقياس زوائر تبقى كما هي يسمى العدد كا سلم التكبير أو معامل التكبير إذا كان كا أكبر من الوحد ويسمى سلم التصغير أو معامل التصغير إذا كان كا محصور بين الصفر والوحد إذا كبرنا أو صغرنا مجسما بالسلم كا فإن أبعاده تضرف في العدد كا مثلا إذا أعطونا مكعب وطلبوا منا تكبيره أو تصغيره فسنضرب أبعاد أو أحرف هذا المكعب في العدد كا مساحة تضرب في العدد كا مربع نفس المثال إذا أعطونا مكعب أعطونا مساحة هذا المكعب وطلبوا منا تكبير أو تصغير هذه المساحة إذن فسنضرب مساحة هذا المكعب في كا مربع فسنتحصل على المجسم المكبر أو المسعب كما هو مطلب منه حجمه يضرب في العدد كا مكعب الآن سنقوم بحل التمرين الموجود في كتاب المدرسي رقم 14 صفحة 265 ليكون المثالث ABC الذي مساحته 18.5 متر مربع ما هي مساحة المثالث المكبر EFG بالمعامل 4 للمثالث ABC إذن في هذا التمرين أعطونا مساحة المثالث وطلبوا منا تكبير هذه المساحة إذن الحل كالآت لدينا كمعطايات مساحة المثالث S تسوي 18.5 متر مربع ولدينا ك مساوي 4 الذي هو معامل التكبير حساب S فتح مساحة المثالث المكبر EFG إذن للتذكير فقط إذا كبرنا أو صغرنا مجسما بسلم ك فإن في هذه الحالة أو في هذا التمرين أعطونا مساحة إذن مساحته تضرب في العدد ك مربع S فتح تسوي 18.5 في ك مربع نقوم بتعويض ك مربع بقيمته الذي هو معامل التكبير 18.5 في 4 مربع السفتح تسوي 296 سنتيمتر مربع إذن مساحة المثالث EFG المكبر بالمعامل الأربعة هي 296 سنتيمتر مربع قم بحل تمرين آخر موجود في الكتاب الدراسي رقم 15 صفحة 265 ليكون المربع ABCD ذو المساحة 12 متر مربع ما هي مساحة المربع المساخر FGH بالمعامل 1 على 2 للمربع ABCD إذن في هذا التمرين أعطونا العكس أرادوا مننا تصغير هذا المربع كمعطلية لدينا S مساحة هذا المربع تساوي 12 متر مربع و K الذي هو معامل التصغير هو 1 على 2 حساب S فتحة مساحة المربع المساخر EFGH S فتحة تساوي 12 في K مربع يعني نضرب مساحة هذا المربع في معامل التصغير يعني هو K مربع تساوي 12 في 1 على 2 لكل مربع تساوي 12 في 1 على 4 S فتحة تساوي 3 سنتيمتر مربع مساحة المربع EFGH المساخر بالمعامل 1 على 2 هي 3 سنتيمتر مربع إذن لقد حصلنا على مساحة المربع المساخر بالمعامل K ساوي 1 من معامل التصغير K يساوي 1 على 2 شكرا شكرا